اليوم السبت عشرين عشرين إن شاء الله إلى رؤية عشرين ثلاثين اليوم وحتى رؤية حجازية نجدية اليوم خلطة معايا الأستاذ محمد الأستاذ محمد باخشوين الدكتور أحمد باصمد جدة كنا كده إحنا كده إحنا كده كنا كده والقمر هذي وابن عم الغالي ذاكرة آل إسلام يعني الأكثر معلومات كده أخذها منه الأستاذ غازي إسلام غازي محمد عليه إسلام ياك الله يا بوهاني أخيرا زرت أنا ابن العم الله يعطيك العافية بعدين أنت خلطة أو شيء مكاوية طايفية بعدين لك كم سنة جداوية خمسين سنة جدا اثنين وخمسين سنة جدا من يوم نزلت أمارة مكة من يوم نزلت هي أمارة مكة دحين اثنين وخمسين سنة جدا بس كنت ما شاء الله أول أذكرك في العمل ما في خميسة جمعة اللي أنت في الطايف أطلعها داوم وأطلعها لحق القدر في الطايف إذا في سليق وفي أكلات شعبية كده الحق البشكة يعني بس داوم هنا هناك وفرق من العمل أسوي نفسي رايح عندي شغلة وأركب سيارته لأنه في الطايف في الطايف الله المهم جزاك الله خير يعني نقلت ثمرات الوادي السهل الخصيب وادي الطايف ونقلت خيرات وما خليت ما شاء الله كل ما أقول ومشموم ومشروك فصلتوا لنا في جدا وجزاك الله خير وفي على قولهم ذاك الزين ما يكمل يبغالوا في الطايف شوية شوية يا حبة 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 في عندك الريحان هذا لازم أن تجيبه لأنه معدوم في جدا نعم يجيبه بازيلا الشربة بازيلا العيش إن شاء الله يعني اطول ما شاء الله تبارك الله صارت تجيك وصارت تبحك عنك وتسع أنا دقيقتين وقفت كم عائلة وقفت وطالعت وشافت فإنت لازم أن توفر لهم هذا الشيء إن شاء الله الطايف في قلب كثير من الناس نعم كانوا أهاليهم وكان يطلع أسرار أهل مكة أهل جدا يعني كلهم يطلع حتى كانوا أهل الرياض كانوا يعيشوا في الطايف خمسة ستة شهور نعم ولهم حواريهم ولهم بيوتهم وكشورهم وعاشوا معنا الطايف اشتركوا في عاداتهم وتقريدهم وانشطتهم الثقافية والاجتماعية والفلد كلها قلنا ما كلهم يعرف هذا من الرياض قلنا عائلة وحية أصحر تلتقي مرة أنا في الشرقية مرة هم عندنا بسط السوق مرة روهم مع أهل اليمن يعني ما شاء الله الطايف جمع أكثر من جمعة جدا كان الطايف لما جمع كانوا الناس يتداخلوا وتعارفوا جدا اجتمعوا الناس لكن متباعدين جارك ما تعرف جارك من هو لكن في الطايف كانوا يستعيروا من بعض أدوات الطبخ استعير منه زولية عنده صار مولود يولد في الطايف خرجاتهم ومجوازاتهم ومعصوباتهم ما شاء الله الطايف شيء فأنت ما شاء الله هذا الوادي أغنى شر النسيم بأرضه مترققا بند النمير الصافي يا موطنا جمع الطلاقة زاهيا فيك الحياة تمرك الأطياف ما يعرف يا الله ماشاء الله هاني أشعار أبو هاني وذكريات والجمال الطايف يعطيك جمال الطايف جمال مكة وجمال جدة كلهم الله أتيك العافي أستاذ عليه الحمدان بعد أن ندوب و أقول له ما شاء الله عراقا من الجهتين خواله الخريجي و هو الحمدان الله يعتهم العافية وهنا هاني غازي إسلم واجتمعوا حقين الصحة النفسية هذا ابن الطائف لأبو لكن هو أولادة جدة وتربية جدة كنا كذا وهنا إحنا كذا عبدالله القرشي وكلهم في الصحة النفسية ومستشفيات الأمل والعمل النبيل الذي يقومون به خصوصا مرض الإدماج هذه المشكلة اللي جاء بها هذا العدو الأول العدو الأول هو المخدرات الله يحمي أبنائنا وفناتنا ويحمي مجتمعنا من هذا الداء طبعا دوبة خدروا ثلاثين كيس من هذه سكريم زمان والسوبية والزعيم عشان هناك إدمان الأسوبية مسموح هذا مسموح هيا 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 أحمد باصمد أنت كنا كده ما جوني لثلاثة من بشكتهم وأربع والله ما عديكم شوف يغلق رمضان ما يحضروا كلهم لا إن شاء الله على آخر يوم والكل حي يجي دا عشر يوم ما نفاضي السلام عليكم وقاضي يعطوك هي وانت تشتريها الشباب؟ وكل واحد يوديه يدوك الفلوس برضو فكرة حالة أنا هدية هدية من أول رمضان يقول لي عندك مرسول وأنا ما طلعت لي واحد يوم يوم 17 عندك مرسول أرسل والله مرسول يقول فيه هدية لك هدية أنت جيب لي المين بروح لعماشا مرأت اليوم هار فاللي طلع الميوم بجيته ومعه أخذ عقل قسيمي بس وطلع وقال هذا هدية قال هذي طبعا كله عقيق ويسوري قال هذي حقه النجاشي وهاذي حقه تعبنا وهاذي وهاذي سيدنا سليمان وستنوا في واحدة هنا هذي 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 ذو الخرنين لا هذي المهم بدي واحدة مننا ملخبطة والثالثة نحن سيدنا سليمان والنجاشي وبلقيس أظمنا هذي بلقيس ملكة 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 إلى الأهلالية شاي هذي بلقيس هذي هذي هذية حطها في البسطة إن شاء الله كتبارك إن شاء الله المصدر من فين مصدر مصدره بفين كل تيو أسير أجيبك بص صبيبك هنا أجيبك المصدر من فين جاب الهيسري حقه هو التاريخ هو معروف هو ماحتاج هو يختريعه بكش هنا خيرات الطائف ملكة 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 ملكة